ما هو الباراسيتامول؟ أدول، فيفادول، بانادول وغيرهم كلها أسماء تجارية لمادة واحدة وهي الباراسيتامول فاحذر أن تجمع بين اثنين منهم ظن منك أنهما دوائين مختلفين وتحصل على جرع زائل الباراسيتامول باراسيتامول، الأستامينوفين لكن استعماله كمساكن للأوجاع من أفضليات استخدام الباراسيتامول أنه لا يسبب مشاكلاً أو نسيفاً في المعدة تعتبر الجرعة المفلطة للباراسيتامول خطرة وقد تسبب خطراً شديداً على الكبد وقد يسبب خطراً على الكلا تصيب الإنسان بفشل كلوي التخزين والحفظ يجب حفظ الدواء في وعاء محكم الإغلاق في مكان جاف وبارد وبعيداً عن متناول الأطفال تأثير الباراسيتامول على الآلام النفسية بل وإنه يتسبب باللا مبالات سواء كانت حزناً أو فرحاً ويجعل الإنسان أقل تفاعلاً الأعراض ومنها ألم المفاصل ألم الأسنان والصدع وتستخدم لعلاجات مختلفة حركة المعدة والدوار أو الدوخة وعسر الهضم والأرق